حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الرقم 19 ذكر في القرآن الكريم قال تعالى عن ملائكة العذاب في جهنم قال عن نار جهنم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إذن هذه النار التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها لواحة للبشر عليها 19 هذا العدد له أسرار في القرآن الكريم أيها الأحبة فأول آية في القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم تتألف من 19 حرفان طبعا نستطيع استخدام البرنامج لمعرفة عدد حروف كل آية أو كلمة أو صورة أو أي شيء تريدون يعني مثلا أنا لدي هنا بسم الله الرحمن الرحيم بمجرد أن أقوم بالتحديد عليها تعطيني هنا عدد الكلمات إذن لدي أنا أربع كلمات 19 حرفا طبعا حسب الرسم العثماني الحركات ضمن فتحة كسرك لخمسة عشر النقط أربعة إلى آخرين حتى يعطيك رقم الكلمة على مستوى القرآن الكريم تستطيع أن تعرف كل كلمة ما هو ترتيبها وكل حرف ما هو ترتيبها على مستوى القرآن الكلي الآن إذا بحثنا عن كلمة 19 سوف نجد أن 19 ترتبط بالرقم 7 أيضا العدد 19 والعدد 7 مرتبطان لبعضهما لأن عدد أبواب جهنم سبعة وملائكة العذاب 19 هناك علاقة أيها الأحبة الله جعل لجهنم سبعة أبواب قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم فبما أن ملائكة العذاب عددهم 19 وعدد أبواب جهنم سبعة فلابد أن نجد علاقة بين هذين العددين في القرآن الكريم وهذا يدل على أن منزل القرآن هو الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل البشر لا يمكنهم أن يأتوا بمثل هذه العلاقات المنظمة شديدة التنظيم الرياضي الذي يمكنه أن يضع مثل هذا النظام الرياضي هو واحد فقط والله سبحانه وتعالى انظروا أيها الأحبة عبارة 19 فيها سبع حروف وسبع حركات وسبع نقاط يعني الشيء غريب سأكبر لنرى هنا أيها الأحبة حروفها سبعة حركاتها سبعة نقاطها سبعة والعدد هو تسعة عشر يعني انظروا إلى هذه العلاقة يعني الله وضع العدد سبعة داخل كلمة تسعة عشر هنا لدي شيء عجيب جدا حسب الرسم العثماني عدد حروف القرآن ثلاثمين وستة وعشرين الفمئة وتسعة وخمسين الرسم العثماني يعد الهمزة التي على السطر خرفا إذن عدد حروف القرآن حسب الرسم العثماني مصحف المدينة الذي بين يدينا الآن هو ثلاثمين وستة وعشرين الفمئة وتسعة وخمسين حرفا طيب كلمة تسعة عشر كم حرف قبلها يعني الله عندما وضع هذه العبارة في القرآن عندما وضع هذا العدد هو مرة واحدة ذكر في القرآن العدد تسعة عشر ذكر مرة واحدة فقط في القرآن كله في هذه الآية سورة مدفشرة طيب لماذا وضعه الله في هذا الترتيب بالذات هنا يعني لم يضعه في سورة البقرة في سورة المائدة أي سورة أخرى لماذا في هذه الآية بالذات الحقيقة أيها الأحبة لو قمنا بعد الحروف من أول القرآن إلى كلمة عليها حرف الألف هنا في عليها كم حرفا نجد حسب الرسم العثماني بمجرد أن نحدد على حرف الألف هنا يعطيني رقم هذا الحرف على مستوى القرآن لنكبر هنا أيها الأحبة ونتأمل حرف الألف في كلمة عليها طبعا ثم يأتي تسعة عشر يعني عدد الحروف من أول القرآن إلى ما قبل كلمة تسعة عشر هو تلاتمئة تلتعشر ألف ومتين وخمسة عشر هذا العدد يساوي مئة سبعة وخمسين في تسعة عشر في سبعة في خمسة في ثلاثة تسعة عدد ملائكة العذاب خزنت جهنم تسعة عشر والعدد سبعة عدد أبواب جهنم سبحان الله إذن الله تعالى عندما وضع العدد تسعة عشر وضعه بعد عدد من الحروف وهو من مضاعفات العدد تسعة عشر وبنفس الوقت هو من مضاعفات العدد سبعة وأعداد أخرى أيضا لها دلالة طبعا الخمسة هنا تشير إلى الصلوات الخمس لأنهم يقولون عندما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هناك علاقة بين جهنم وبين عدد أوقات الصلاة المفروضة الصلوات الخمس لذلك جاء هنا العدد خمسة ظهر معنا إذن أيها الأحبة الله تعالى وضع هذا العدد الذي هو تسعة عشر بعد عدد من الحروف هو من مضاعفات العدد تسعة عشر هذا طبعا هذا الترتيب ليس بمقدور أحد أيها الأحبة ليس بمقدور بشر الحقيقة هذا العدد له إعجاز هائل في القرآن العظيم سأكتفي بأول سورة أنزلها الله من القرآن وهي سورة العلق قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلق إلى آخرين أنا لدي هنا الحقيقة أول نص نزل من القرآن ما هو هو اقرأ باسم ربك الذي خلق طبعا اقرأ حروفها أربعة باسم أربعة ربك ثلاثة الذي أربعة خلق ثلاثة خلق ثلاثة الإنسان الستة إلى آخره سوف نجد هنا أيها الأحبة بالضبط ستة وسبعين حرفا إذن أول نص نزل من القرآن نزل ستة وسبعين حرفا يعني التساطعش مضروب في أربعة تساطعش مضروب في أربعة أربعة هو عدد حروف اسم الله كذلك هو عدد حروف اسم محمد يعني يريد أن يقول لك الله إن هذا القرآن هو من عند الله الذي أنزله على قلب حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام والرقم تساطعش هو الشيفرة التي تستطيع أيها الإنسان المشكك أن تستدل من خلالها أن هذا العدد هو شيفرة رقمية مفتاح ترى من خلاله أن هذا الإحكام لا يمكن أن يكون من تأليف بشر الآن أيها الأحبة قد يشكك البعض في هذه النتيجة فنذهب إلى سورة العلق كاملة تأملوا معيه الأحبة لنعود كلمة كلمة اقرأ واحد باسمي اثنين نعود الكلمات الآن ربك ثلاثة الذي خلق كذا 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 نعود كلمة كلمة حتى نصل إلى آخر كلمة طبعا الواو كلمة هنا لأنها تكتب منفصلة آخر كلمة واقترب 76 رقمها إذن سورة العلق عدد كلماتها 76 كلمة 19 وضرب في أربعة ليقول لك الله إن الله الذي اختار لي باسمه أربعة أحرف يا الله أنزل هذه السورة ووضع لك هذا المفتاح هذه الشفرة الرقمية هذا الكود هو الرقم 19 لتدرك من خلاله أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى طيب هناك من يشكك أيها الأحبة بهذه النتائج هناك من يشكك بهذه النتائج ماذا نقول له نقول إن الله تعالى جعل القرآن كله من مضاعفات العدد ماذا 19 عدد سور القرآن هو 114 سورة يعني 19 مضروب في 6 19 ضرب 6 يعطينا 114 عدد سور القرآن إذن عندما يلعب الشيطان بعقلك ويقول لك هذه المصادفة إذهب إلى سور القرآن تجد بالفعل هي 114 سورة إذهب إلى أول آية في القرآن تجدها 19 حرف بسم الله الرحمن الرحيم الآن أيها الأحبة في أول آية تأمرنا بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعين يعني تأمرنا أن نعبد الله تعالى وأن نقر بالعبودية لله إياك نعبد وكلمة إياك هنا لم ترد في القرآن كله إلا في هذه الآية مرتين ليقول لك إن العبادة والاستعانة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين الحقيقة هذه الآية مهمة جدا لذلك ركبها الله من تسعة عشر حرفا عدد حروف إياك نعبد وإياك نستعين إياك أربعة نعبد أربعة وواحد إياك أربعة نستعين ستة المجموع أربعة وأربعة ثمانية واحد تسعة أربعة تلتعاش وستة تسعة عشر إذن جعلها الله هذه الآية المهمة جدا التي فيها العبادة والاستعانة وهي ما أساس الإيمان لأنك إذا لم تعبد الله ولم تستعين واستعنت بغيره خرجت من حتى من رحمة الله إن الله لا يغفر أن يشرك بكم إذن عدد حروف هذه الآية تسعة عشر المفارقة هنا كما نرى أربعة زائد أربعة زائد واحد زائد أربعة زائد ستة تسعة عشر أننا لو صففنا أعداد هذه الحروف يعني قرأنا هذا العدد أربعة وستين ألف مئة أربعة واربعين قرأناه كما هو بالنظام العشر الذي نتعامل به نجده من مضاعفات لعدد تسعة عشر سبحان الله شيء عجيب أيها الأحبة أننا عندما نقوم ب صف هذه الحروف نجد أنها تبقى من مضاعفات لعدد إدعاش عفواً تسعة عشر هنا إذا قمنا بوضع انظروا أيها الأحبة قلنا مراراً إن كل آية في القرآن لها أربع أرقام مميزة رقم السورة رقم الآية عدد الكلمات عدد الحروف كل آية في القرآن لها هذا الكود هذه الشفرة هذا المعرف الرقمي لها رقم السورة رقم الآية عدد الكلمات عدد الحروف أربعة أرقام أساسية ثابتة لا تتغير آية إياك نعبد وإياك نستعين وردت في السورة رقم واحد في الآية رقم خمسة وعدد كلماتها خمسة وعدد حروفها تسة عشر هذا العدد أيها الأحبة يعني انظروا معي هذا العدد تسة عشر ألف وخمسمية وواحد وخمسين يساوي انظر أيها الأحبة يساوي تسة عشر في سبعة في سبعة في سبعة في ثلاثة تناغم عجيب بين العدد تسة عشر والعدد سبعة نعود هنا لعدد أبواب جهنم السبعة سبحان الله ثلاث سبعات وهنا العدد ثلاثة وهنا تسة عشر لوحة هندسية تحتاج لمن يتأمل ويفكر ويفسر ويستنبط هذا هو عدد ملائكة العذاب عدد أبواب جهنم سبعة مضروب في ثلاثة كأن الله يريد أن يقول لك إذا أردت أن تنجو بنفسك من عذاب جهنم وتتجنب ملائكة العذاب عددهم تسة عشر فعليك أن تعبد الله وحده إياك نعبد وأن لا تلجأ أو تستعين إلى غيره إياك نستعين تناغم أيها الأحبة بين الحقائق اللغوية وبين ما يجب أن تطبقه في حياتك وبين أعداد الكلمات والحروف هنا لدي شيء مهم أيها الأحبة آية إياك نعبد وإياك نستعين كنا تتألف من تسة عشر حرف وعدد الكلمات خمسة ورقم الآية خمسة ورقم السورة واحد مجموع هذه الأرقام يعني تسة عشر زائد خمسة زائد خمسة زائد واحد يعطينا ثلاثون العدد الثلاثون ما هو أيها الأحبة هو رقم آية عليها تسعة عشر هو رقم آية عليها تسعة عشر تصوروا أيها الأحبة سنخرج هذه الآية هنا ما هو رقمها سأكبر قليلا لنتأكد رقم آية عليها تسعة عشر رقمها ثلاثون يعني كيفما نظرت كيفما قلبت هذه الأرقام تجد أن القرآن جملة واحدة محكمة كله محكمة سبحان الله إذن أيها الأحبة الآن يمكن أن ننتقل لمن يشكك في هذه النتائج إلى حقيقة مهمة جدا وهي أن الأعداد التي ذكرت في القرآن مجموعها من مضاعفات العدد تسعة عشر القرآن ذكر العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثناش تسعة عشر هنا تلتعشر أربعة عشر كذلك لم يذكر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستن سبعين ثمانين تسعة وتسعين مئة إلى آخرين حتى مئة ألف مجموعة هذه الأرقام أيها الأحبة هو مئة واثنين وستين ألف ومئة وستة وأربعين من المضاعفات العدد تسعة سبحان الله يعني الشيء محير كتابه بالمثاني هنا أيها الأحبة لدي تناغم عجيب رقم سورة الحجر هو خمسة عشر ورقم سورة السورة الثانية رقم سورة الحجر هو خمسة عشر وعدد آياتها وعدد آياتها تسعة وتسعين المجموع مئة أربعة عشر عدد سور القرآن هذه الآية التي تقول ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم الآية الثانية في سورة الزمر التي تقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشع رقم سورة الزمر تسعة وتلاتين وعدد آياتها خمسة وسبعين مجموع مئة أربعة عشر طيب أنا أود أن أتساءل هذه اللوحة الهندسية أمامنا كلمة مثاني هي الصفة للقرآن لم تستخدم في القرآن إلا مرة فقط وهي صفة للقرآن فهل يوقع أن الله يضع هذه الكلمة عشوائيا أم بنظام وضعها مرتين مرة في سورة الحجر رقمها خمسة عشر ومرة في سورة الزمر رقمها تسعة وتلاتين وجعل عدد آيات سورة الحجر مكمل للعدد مئة أربعة عشر جعلها تسعة وتسين ليس ثمانية وتسين وليس مئة تسعة وتسين ليعطيك هنا مئة أربعطاش العدد مئة أربعطاش هو القرآن وهنا أيضا سورة الزمر جعل رقمها تسعة وتلاتين وجعل عدد آياتها عددا مكملا للمئة أربعطاش بحيث يأتي تسعة وتلاتين زائد خمسة وسبعين مئة أربعطاش هو عدد سور القرآن وكلتا الآيتين تتحدثان عن القرآن وكلمة مثاني تشير إلى التثنية اثنان يعني اثنان اثنان ذكرت مرتين لم تذكر ثلاث مرات أو أربع مرات يعني هل هل هذه مصادفة مثلا يعني هل هذا الإحكام جاء هكذا من دون جاء عشوائيا والله يا أيها الأحبة إن الإنسان العاقل ينبغي أن يتفكر ويتأمل هذه الحقائق لأن هذه الحقائق يوجد منها الآلاف عشرات الآلاف في القرآن نحن لسنا أمام مجرد تناسقات رقمية من هنا ومن هناك ومجرد لطائف لا نحن أمام منظومة رقمية متماسكة شديدة التعقيد وسوف إن شاء الله نتأمل أجزاء هذه المنظومة يعني بعدد كبير من الفيديوهات وكل هذه الحقائق طبعا يمكن لمن أحب أن يرجع إلى موقعنا على الإنترنت يستطيع أن يرجع إلى الموقع ويدخل إلى قسم الإعجاز العدد هنا الإعجاز العدد ويجد طبعا هذه العجائب التي لا تكاد تنتهي يعني هذا هنا كل هذه الأبحاث هي جزء من يعني بحر الإعجاز رقمية هي قطرة انظروا هذه كلها أبحاث أيها الأحبة يستطيع كل إنسان أن يطلع عليها لا تكاد تنتهي يعني يعني عجائب يعني قل لو كان البحر مدادا حبر يعني لو كان البحر مداد حبر لكلمات ربي لنفذ البحر ينفذ وينتهي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مداد فعجائب القرآن لا تنقضي كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تنقضي عجائبه نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق